اشتركوا في القناة واحد وثلاثين ثلاث القمر ما زال موجود بالجوزاء في منزلة الذراع وهي جيدة وصالحة لكل شيء طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اللي راح تصير ابتداء من الان طبعا لغاية بكرة بنفس الموعد اول زاوية راح تكون زاوية تربيع سلبية بين القمر ونبتون راح تكون في تمام الساعة ثلاثة وتسعة دقائق مساء بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيدا عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بصير في خلوه مسار خلوه المسار راح يبدأ من تمام الساعة ثلاثة وتسعة دقائق يعني تقريبا منحكي احنا كمان عشر دقائق من بداية الحلقة هاي خلوه المسار هذا طبعا سلبي راح يستمر لغاية الساعة 11 و 42 دقيقة من ظهر اليوم يعني المدة طويلة راح تأخذ الليل تقريبا وتأخذ جزء من النهار هذا يعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار اللي راح يصير اللي هو الحدث المهم اللي هو الليلة راح يصير اللي هو تقريبا راح يكون الساعة 47 و 42 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش انه كوكب المريخ راح ينتقل من برج الجدي لبرج الدلو مثل ما حكينا الساعة 47 و 42 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يمكث فيه حتى بحركة امامية حتى صباح يوم 13.05 انتقال كوكب المريخ من برج لاخر بحمل معه عادة شحنة من اعمال العنف والمواجهات قبل وبعد انتقال المريخ عادة بيكون ثلاث ايام قبل وثلاث ايام بعد ولكن بما انه اليوم الانتقال راح يكون على الدلو يعني على برج هوائي فبيحمل معه عواصف هوائية او رملية او نشاط في سرعة الرياح او بيسبب اشياء لها علاقة بالغبار واختلال برضو في الجو يعني ممكن لحظة بتلاقيها مطر لحظة بتلاقيها هواء لحظة بتلاقيها رمل يعني بتقلب الجو وطبعا هذا اليش احنا ملاحظين من يومين انه بلشت الزيد وانا من اربع ايام بلشت احذر الخصوصا اللي عندهم ضيق نفس او عندهم ازمة صدرية انه يديروا بالهم بالفترة هاي من الرمال او من الغبار اه بشعر موليد برج الدلو بطاقة ايجابية ونشاط وبيتمتعوا بالجراءة ولكن ممكن انهم يندفعوا في تصرفاتهم احيانا بيستفيد معهم في طبعا في الصفات الايجابية وهم موليد الابراج الهوائية اه والنارية على موليد برج الحوت اخذ جانب من الحيطة والحذر ممن يتآمرون عليهم من وراء الكواليس يعني هم بتعرضوا نوع من انواع الضغوطات اما بالنسبة لتأثير المريخ على جميع الابراج لما يكون متواجد في الدلو الحمل بدهم يديروا بالهم من مواجهة او فرض السيطرة على صديق او تعاملهم مع الاصدقاء ممكن تحمل هاي الفترة بعض المشاكل بينهم بين الاصدقاء او المشاحنات او سوء التفاهم اما بالنسبة لبرج الثور بدهم يتجنبوا الدخول في مواجهة مع المسؤولين اه وزملائهم في العمل في مجال العمل طبعا اه الجوزاء بدهم يحذروا في السفر البعيد او الاتصالات البعيدة طبعا بدهم يؤسل كل يقول اه ما فيش سفر محنا قاعدين في البيت مانا حطوا السفر على الجنب اه بدكم تديروا بالكوا في التنقلات بدكم تديروا بالكوا في الاتصالات في الدروس في الاوراق القضائية في اي امور اللي علاقة في البيت التاسع البيت التاسع مش بس سفر مئة الف اشي بتعلق فيه اه بالنسبة لما وليد برج السرطان بدهم يحذروا من اي شراكة مالية اه الاسد في الشراكة العاطفية والمالية العذراء في العمل اللاسيما في العلاقة مع الزملاء وبدهم يمتنعوا من رفع حاجيات ثقيلة لانه اسفل الظهر حكينا والظهر عندهم بكونوا حساسات او ضعيفات الميزان بدهم يضبطوا عصابهم اثناء التعامل مع احبائهم العقرب بدهم يتجنبوا مواجهة مع افراد العائلة وبدهم يحذروا النيران والادوات الحادة خصوصا الستات اللي بيشتغلوا في المطبخ القوس بدهم يحذروا في السفر داخل المدن وبدهم يتجنبوا مواجهة مع اخ او جار طبعا برضو بدكم يرجعوا اشخاص يقولوا ما فيش سفر مش شرط السفر الدراسة والتعليم والاستيعاب والعصبية هاي كلها بتأثر عليكم وفيه كمان غيركم انتوا قاعدين في البيوت فيه ناس موجودة بتشتغلوا بتتحركوا بتتنقل بين المدن هذولا بدهم يديروا بالهم برج الجدي بيستفيدوا ماليا ولكن بتتصاعد النفقات عندهم ادلوا وبدهم يضبطوا عصابهم اثناء التعامل مع الغير لانه عندهم استعداد للتصرف او تصرفات متسرعة الحوت بدهم يحذروا من تآمر من وراء الكواليس وبدهم يحذروا من اي اماكن مجهولة او ما بيعرفوها وبدهم يحذروا برضو من اصدقاء ممكن انهم بتصرعوا شوي هيك بالتعامل معهم او بتخمصوا شخصية الصديق وهو بكون عدو لا الو طبعا القمر بنتقل للسرطان ساعة 11 و 42 دقيقة ظهرا بيدخل منزلة النثرة هاي المنزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج والقمر لما بنتقل للسرطان عادة بنشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الامان النا ولا احبائنا من ميل لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها ممكن يذرف الدموع وهو بيقلب صور تذكارية في البومه يجب انه تنتبهوا اكثر لطعامك وشرابك هاي الفترة بصير في عنا حافز كبير لالتهام الطعام والشهوة بتصير مفتوحة زيادة علينا تجنب انتقاد الغير نظرا للحساسية اللي بتكون موجودة وبتكون طبعا بأوجهة بوسعنا شراء عقار او زراعة نبتة او شجيرة او الانتباه اكثر لاطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت طبعا بما ان القمر رح يكون موجود في السرطان معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم اثنين اربعة في تمام الساعة اربعة وثمانية واربعين دقيقة مساء بيستمر حتى تمام الساعة ستة وخمسة وعشرين دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر للأسد عمر القمر قمر طبعا انحصار المربع سبع ايام في تمام الساعة سبعة وست دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش بيصير ثمان ايام نسبة الاضاءة اثنين وثلاثين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى تسعة عشر اربعة المزاج سعيد القمر في الجوزاء وبعدين بنتقل للسرطان حتى ثنين اربعة المزاج ممتزج عطارد في الحوت حتى يوم احداش اربعة المزاج ممتزج الزهرة في الثور حتى ثلاثة اربعة المزاج سعيد المريخ في الجدي بدي ينتقل للدلو مثل ما حكينا حتى ثلاثة اش خمسة المزاج منتحس المشتري في الجدي حتى اربعة اش خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج زحل في الدلو حتى 11.5 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج ممتزج اورانوس في الثور حتى 15.8 وبعدين بيبدأ عملية التراجع المزاج سعيد نبتون في الحوت حتى 23.4 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد ابلوتو في الجدي حتى 25.4 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج طبعا مثل ما بنحكيها دائما كل حلقة انه احنا بنحكي توقعات تنطبق على الشمسي وعلى الطالع عشان ايك الواحد يسمع برجه الشمسي وبرجه الطالع يدمجهم مع بعض يشوف ايش الاجابيات والسلبيات اللي بتتوافق ما بين اثنين او بتترافق على البرجين فبعرف ايش اللي بيحتاط منه هو شخصيا طبعا اللي بديسمع بس برجه بصير اللي بديسمع طالع ولا حاله بصير اللي برضو بدوش يسمع ولا ايش برضو بصير وصلنا الى التوقعات اليومية برج الحمل طبعا بتنشطوا لليوم الثالث على التوالي في امور الها علاقة بالاتصالات البعيدة او الامور الها علاقة بالدراسة او الاوراق القضائية او المعاملات او في منكو اللي على رأس عملهم بكثر عندهم التنقلات والحركة والنشاط في ساعات الظهر بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية لانه القمر رح يكون موجود في بيتكم الرابع اهم مش انكم ما تتهربوا من المسئوليات حتى ولو كثرت حاذر الخلافات والانتقادات والمواقف المعاكسة اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايفه فارغ تماما اليوم ما في اي تأثيرات لا ايجابية ولا سلبية على البيت الاول فعشان هيك اليوم بتكون على طبيعتك يعني يا بتشحن حالك بطاقة وتكون جيد يا اما انت بتكتسب طاقة سلبية وبتأثر على حالك وبتضغطها حالك بشكل سلبي ولكن في منكو ممكن ينجز كثير من الاعمال المهمة خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه الامور اليوم فيها نوع من انواع النشاط الفكري العالي جدا على امور الها علاقة بالمال والالتزامات المالية او امور الها علاقة بعملية الدعم المالي ممكن تنضغط في ساعات ما بعد الظهر في ضغط مالي في امور الها علاقة بالمشتريات او الها علاقة ببعض المصاريف اللي بتيجي فجأة فحاول قدر الامكان انك تنظم امورك بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الثالث فذكرنا هو الرابع ببداية التوقعات اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف الامور يعني عاطفيا شيئا ما فيه نوع من انواع التواصل العاطفي خلال هذا النهار ممكن تتواصلوا مع الاحبة في منكو ممكن يهتم باحد الابناء او في مسألة بتتعلق في احد الابناء يعني منقول انو الامور العاطفية اليوم شبه جيدة اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف انو اليوم جيدة على مستوى التفكير بامور العمل او الحركة بامور او باتجاهات بتفيد العمل بشيء ما في منكو اللي على رأس عملهم رح يستفيدوا بانجاز كثير من اعمالهم خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف الامور يعني ما زال فيها نوع من انواع الحدية ما بين الازواج وخصوصا اللي هم الشركاء العاطفي والمال فمنلاقي في نوع من انواع الحدية بين الشركاء في التعامل ونوع من انواع العصبية ممكن يختلفوا على فكرة معينة او ما يتفقوا نهائيا هذا على حسب الوضع اللي هم عايشين فيه ولكن اغلب الوقت رح يكون في نوع من انواع المشاحنات اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايفه فارغ تماما بيت الاموال المشتركة فعشان هيك بتتعاملوا على طبيعتكم اما بالنسبة للبيت التاسع فهو داعم بشكل قوي اليوم بكون عندكم نشاط عالي جدا في امور الاتصالات او التفقد لبعض الاشخاص او اللي اطمئنان على اشخاص خارج البلاد او محاولة مساعدة اشخاص خارج البلاد بامر معين او طلب المساعدة انت بتطلب منهم المساعدة في امر معين في منكم ممكن ينشط في امور الها علاقة بالاوراق القانونية وفي منكم ممكن ينشط في امور الها علاقة بالاجهزة الامنية او اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف الامور جيدة خلال هذا النهار على امور الاشخاص اللي بكونوا على رأس عملهم ولكن بدهم يديروا بالهم انه في ساعات الظهر ممكن يحتدوا شوي ويعصبوا فيدخلوا بنقاش حاد ما بينهم بين زملائهم في العمل وممكن تصل حتى لمسؤولهم اما بالنسبة لبيتك 11 بيت الاصدقاء يعني في نوع من انواع الحدية ولكن انه مسيطر عليها يعني خلفات سريعة وبتنتهي اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو اجمالا جيد بدعمكو بنفسية حلوة خلال هذا النهار ممكن انك انت تحسن معناته من معنوياتك وبتقدر تشحن حالك بطاقة ايجابية وتطلع من الضغط النفسي اللي انت حاشر نفسك فيه وان شاء الله ان امورك بتكون خير برج الثور بتنهمكو في ضبط ميزانيتكم بتكو تتجنبوا النفقات حتى ساعات الظهر ممكن تنجحوا في مجال الدراسة او التنقلات او الامور اللي لها علاقة بالاتصالات والمواصلات وبتعززوا العلاقة مع اخ او جار او بصير فيه نوع من انواع التعامل ما بينكو الفترة هاي بتصير خصوصا بعد ساعات الظهر تقدر تفسح عن رأيك بجراءة وحرية وممكن تعزز علاقة ما اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف انه الامور على مستوى البيت الاول جيدة خلال هذا النهار انت مشحون بطاقة ايجابية ما بتقدر اليوم تسوي اي خلاف موجود عندك او بتقدر انت تعوض الاشياء اللي فاتت منك بالايام الماضي ولكن بدك تحذر انه في ساعات العصر ممكن تشتد عليك بعض الامور او تعصب او الثور من مسألة معينة او يعني تعصب على تصرف معين اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه جيد بدعمك بشكل قوي والبيت الثالث اللي القمر رح يتنقل ما بينهم اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف الامور جيدة على مستوى البيت اليوم في طاقة كبيرة موجودة على مستوى البيت ممكن انت تستفيد منها بشكل قوي في منكم ممكن ينشغل في امور الها علاقة بترميمات او صيانات او التزامات عائلية او امور الها علاقة في بعض التسويات او المصالحات العائلية اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف الامور جيدة على المستوى العاطفي فممكن تتواصلوا مع احباكو اليوم بشكل سلس جدا ممكن يكون في نوع من انواع المبادرة او المصالحة ما بينكم اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف الامور خصوصا الاشخاص اللي على رأس عملهم مثل الامس بكون عندهم طاقة عالية جدا وعندهم انجازات عالية جدا على مستوى العمل الا اما بالنسبة للامور الصحي والوضع الصحي فالامور جيدة ما في اي مشاكل تذكر اما بالنسبة للبيت السابع فبيت الشراك المالية والعاطفية شوي بضغط ما بين المتزوجين او ما بين الشركاء بيعمل نوع من انواع الحدية او المزاجية او التقلب في الطبع ممكن يصير فيه نوع من انواع المواجهة او الخلافات العائلية اللي بينكم حاول قدر الامكان انه تمسكوا عصابكم وما تثيروا المشاكل باكثر من حجمها على اساس انه ما توصل لخلاف كبير اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف انه فيه نشاط على المستوى المالي ممكن يصير فيه تحرك معين ممكن يصير فيه نوع من انواع المساعدات او اللجوء لبعض الاشخاص لطلب المساعدة او المعاونة او حتى ممكن من مؤسسات كبيرة اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف انه فيه نشاط على مستوى الاتصالات الخارجية وعلى مستوى الدراسة أو على مستوى أوراق إلها علاقة بالأمور القضائية أو القانونية في منكم ممكن يتحرك لتعلم لغة جديدة أو البحث في مسألة علمية أو يكون فيه نقاشات اليوم كثيرة عنده أو أشياء إلها علاقة في البحوث أو الدراسة أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف أنه فيه نوع من أنواع الضغط خصوصا على الأشخاص اللي على رأس عملهم ممكن يكون من ساعات الظهر لساعات العصر بس أنه حاولوا يمسكوا عصابهم من المواجهة بينهم وبين الزملاء أو رؤساهم بالعمل أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الصداقة فاليوم ممكن تتواصل أنت وأحد الأصدقاء أو تطلب منه المساعدة أو المعاونة في مسألة معينة حتى ممكن أنه يصير فيه نوع من أنواع الاتصال أو التفقد العام لبعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو خالي تماما من أي تأثيرات إيجابية أو سلبية فبتتعامل بالأمور على حسب طبيعتك ولكن حاول أنك ما تجهد نفسك زيادة حتى لو كانت الأمور جيدة وحاول أنك تكون حذر راقب وضعك الصحي وغذاءك وحاول أنك تكون منتبه صحيا من التقلبات الجو برج الجوزاء أنتم قادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها أما في ساعات الظهر بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم بتكون تتجنبوا النفقات ممكن يكون فيه نوع من أنواع التنظيم للأقصاط أو أهم شيء أنك ما تسمح لهاي الأقصاط بالتراكم أو الديون فكر بمنطق وعالج الأمور الطارئة فورا أما بالنسبة للبيت الأول والثاني فأحنا ذكرناهم هذا القمر راح يتنقل معهم خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف اليوم عندكم نشاط فكري عالي جدا مثل اليوم أمس ففي منكم راح يهتم بأمور إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات أو النشاط الفكري أو المناقشات أو المباحثات اللي ما سمح لهم يطلعوا برى البيت هم أكثر ناس راح يلمسوا هاي الإيجابية لأنه راح تكثر عندهم التنقلات والاتصالات الخارجية فبيفرغوا كل طاقتهم في هذا المكان أما الأشخاص اللي موجودين في البيت فممكن أنه يهتموا في أمور إلها علاقة بالدراسة أو المطالعة أو أمور إلها علاقة بالاتصالات أو التفقد بعض الأشخاص ممكن يكون في عندكم نشاط عالي جدا يدمج ما بين البيت الثالث والرابع في أمور إلها علاقة في البيت مثل الصيان والتصليحات والترتيبات والأشياء من هذا القبيل في منكم ممكن يحث أبناهم على الدراسة أو ممكن أن تبدأوا بدراسة أو مطالعة أمر معين أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد جدا على مستوى البيت في نوع من أنواع التناغم أو لول في داخل البيت الأمور جيدة حاولوا تستغلوها بتقارب ما بينك وبين العائلة أو نوع من أنواع المصالحة ما بين المتخاصمين ممكن يكون فيه خبر جيد خلال هذا النهار على مستوى البيت أو من أحد أفراد البيت يدخل السعادة على قلبك أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور جيدة على المستوى العاطفي فممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع التواصل العاطفي ما بينك وبين الحبيب ممكن تنجز كثير من الأمور وممكن أن يصير فيه نوع من أنواع المصالحة أو المكاشفة ما بينك وبين بعض على مسألة أو خلاف قديم وتحاولوا تتصالحوا عليه أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور فيها نوع من أنواع الضغط على المستوى العملي فعشان هيك الأشخاص اللي على رأس عملهم هدولة هم اللي أكثر ناس رح يعانوا من هذه النقطة أنه رح يحسوا بنوع من أنواع الضغط والالتزام أو المسؤولية عليهم بالعمل أما بالنسبة للأشخاص اللي قاعدين في البيت فرح يحسوا بقديش هم مقيدين لأنه من طبيعة الجوزاء هو بحب الحركة والانطلاق وبحبش يتربط في مكان فعشان هيك بيصلى مرحلة أنه بكون زهجان ومفرف طروح ومش عارف يقعد في البيت بده يتحرك فبدخل عليه نوع من أنواع الاكتياب حاول ما يخلى الاكتياب يتسلله ويشغل حاله في أي أمر أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور جيدة على المستوى الشراكي إلا أنه بتنتاب في بعض الأحيان سوء من التفاهم أو بعض المعاندات أو المجاكرات أو الحساسية في بعض الأشياء ولكن إجمالا الأمور بتكون جيدة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور فيها بتعطي نوع من أنواع الفرص لعملية التواصل مع أشخاص معينين لطلب الدعم المالي أو مع مؤسسة معينة أو مؤسسة حكومية يعني حاول أنك تكرر المحاولة خلال هذا النهار ممكن يكون فيه نتائج إيجابية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد للاتصالات الخارجية والتواصل مع الأشخاص خارج البلاد وتفقدهم أو الاهتمام بجمع أوراق إلها علاقة بالأمور القضائية أو حث أبنائكم على الدراسة أو دراسة لغة جديدة أو تعلم ثقافي جديدة أو الاهتمام في أمور إلها علاقة بالفلسفة بالدين بالأمور إلها علاقة بالغيبيات بالتواصل الروحاني بالأشياء اللي من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف أنه فارغ تماما من أي إيجابية لغاية ساعات المساء ممكن يصير فيه نوع من أنواع الإيجابية وخصوصا على الأشخاص اللي على رأس عملهم أما بالنسبة للبيت الـ 11 فأنا شايفه برضه فارغ على مستوى الاتصالات أو التفقد ما بينك وبين الأصدقاء إلا على حسب الطبيعة اللي أنت فيها إذا كنت أنت بتبادر عادة وتحافظ على علاقاتك العامة فاليوم تكثر عندك الاتصالات أما كخلافات فما فيه إشي واضح على الساحة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهذا شوي بدي أحضرك أنا من أنك تنتبه لصحتك حاول أنك أنت ما تطمئني كثير لتقلبات الجو عشان ما تتأذى وما يصير عندك مشاكل حاول أنك تراقب عصابك ومعتك مرج السرطان يعني التعب ما زال مسيطر عليكم القمر ما زال موجود في بيت المتاعب بتحسوا بنوع من أنواع التراجع في الصحة أو نوع من أنواع الضغط النفسي أو بتحسوا أن الأمور كلها معركسة خلال هذه الأيام لأن القمر كان متواجد في بيت المتاعب كل هذه الضغوط بتزول مع ساعات الظهر تمتلوا نشاط وحيوية بتعيش لحظات شيقة حافلة بالأخبار والتطورات ممكن تتلقى إشارة أو تبدأ بتنفيذ خطط أو خطة معينة تستعيد حياتك رونقها وحيويتها بس القمر يوصل عندك فعشان هيك إحنا ذكرنا هيك بيت المتاعب والبيت الأول أما بالنسبة للبيت الثاني اليوم رح يكون فيه نوع من أنواع النشاط العالي جدا لاتجاه المالي فاليوم أنا بقول لك فيه عندك فرص قوية لتحصيل بعض الأمور اللي إلها علاقة بالمال إما بتجيك على شكل هدية أو نوع من أنواع الهبة أو المساعدة أو تفقد أعضل أشخاص لإلك ودعمك ماليا أهم شيء أنك أنت تحاول تستغل الفترة هاي حتى لو أنت بدك تعمل مطالبات مالية أو استلاف أو ديون تقدر تستغل هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه عندك نوع من أنواع القدرة على الإقناع والتواصل والاتصالات خلال هذا النهار ممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك ممكن تهتم بأمور العلاقة بالدراسة أو المطالعة أو الإطلاع على موضوع معين أو تدقيق فيه أو مراجعته ممكن حث أبناكوا على الدراسة في منكوا اللي على رأس عملهم أو بقدروا يطلعوا من بيوتهم بكثر عندهم اليوم التنقلات من مكان لما كان بأشياء الحلاقة بالتسويق أو بالتنقلات أو بأشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الرابع فالاهتمام العالي برضو رح يكون على مستوى البيت فعشان هيك اليوم رح يكون فيه أشياء الحلاقة بالمنزل إما اهتمام بترتيب أو ديكور أو تصليح بعض الأعطال أو أمور إلها علاقة بالترابط العائلي أو التواصل العائلي ممكن الاهتمام بمسألة أحد الأشخاص المقربين لإلكم ممكن يكون فيه أشياء إلها علاقة بمصالحة عائلية أو وجهة نظرك في أمر عائلي ممكن أنت تبدي وجهة نظرك وتكون محل تقدير وإعجاب أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور يعني روتينية تماما بالتعامل مع الحبيب لا إيجابية ولا سلبية ولكنها مطمئنة أنه الأمور هذه ما بينك وبين الحبيب مش ما بينك وبين الزوج أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور جيدة وخصوصا للأشخاص اللي بسعوا لأمور إلها علاقة بالعمل وخصوصا اللي على رأس عملهم يعني اللي بقدروا يطلعوا برا البيوت أو ممكن يشغلوا حالهم في مور إلها علاقة بالخدمة المجتمعية أو المؤسسات أو الجمعيات أما بالنسبة للأشخاص اللي موجودين في البيوت فبيقدروا ينجزوا بعض الأوراق أو المعاملات أو التخطيط أو الدراسة أو البحث لمسأل معين أو لعمل معين خلال هذا النهار حاولوا تراقب وضعك الصحي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا العلاقة ما بين الشركاء أو الأزواج أو شركاء المال كانت الفترة الماضية فيها نوع من أنواع الحدية من الابتداء من اليوم يعني من ساعات الظهر بتبلش الأمور تتخذ اتجاه الهدوء فحاولوا تستغلوا الفترة هاي للمصالحات أو للتقرب وجهة النظر أو لنوع من أنواع الإطمئنان أو التطمن على الشريك ممكن إنها هاي تخلق نوع من أنواع الإيجابية في إعادة العلاقات إلى مجاريها أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف فيه أمور روتينية على مستوى الأموال اللي بتتعلق بالدولة أو المؤسسات الدولة فأنا بشوف الأمور روتينية تماما ممكن اليوم يكون فيه بوادر لتحصيل جزء من مال معين ولكن بتكثر عليك المطالبات أو الالتزامات أو المصاريف أما بالنسبة للبيت التاسع فشايف الأمور جيدة على مستوى الاتصالات الخارجية أو البحث عن موضوع معين أو تعلم لغة جديدة أو أمور إلها علاقة بالمؤسسات التعليمية ممكن من خلال الدراسة عبر الإنترنت أو التواصل أو ابتكار أسلوب جديد للتعليم يعني إهتمامات عالية في كل الأمور اللي إحنا ذكرناها في منكم ممكن يهتم بأوراق قانونية أو حكومية أما بالنسبة للبيت العاشر فبشوف أنا الأمور جيدة شيئا ما لغاية ساعات الظهر ممكن يصير فيه نوع من أنواع الحدية خصوصا للأشخاص اللي على رأس عملهم نوع من أنواع الحدية تكون بينهم وبين زملائهم أحد زملائهم أو رؤساهم في العمل أثر الضغوطات اللي بتوجهوا لها أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فأنا شايف أنه فارغ تماما اليوم ما في أي تأثيرات لا سلبي لا إيجابي ولا سلبي فعشانيك بتتعامل على طبيعتك مع الأشخاص اللي أنت بتعرفهم أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد فهذا بشحنك بطاقة إيجابية خلال هذا النهار ممكن يعطيك جرعة أمل للتحرك أو للتنقلات أو للاتصالات أو للتواصل مع أشخاص أو إنجاز معاملة أو يعني إنجاز أشياء مطلوبة منك اليوم تعطيك حافز أنك أنت تقدر تنجزها برج الأسد يعني مثل الأيام الماضية كان فيه نشاط اجتماعي أو تلقي اتصالات أو علاقات أو معارفة جديدة أو إشي العلاقة بالتواصل مع الأصدقاء حتى ساعات الظهر هاي الأمور بتستمر بنفس النسق ولكن بعد ساعة الظهر بتدخل فترة غير مريحة بتنال من صحتكم وعصابكم بصير الفترة هاي فيها نوع من أنواع الركود على جميع الأصعدة بنصحك عدم المباشرة بتنفيذ أي شيء جديد يعني فيه أنواع بحذر فيها بعطيك الحذر من أي أمور ممكن موجودة بين إديك أو أمور الهلاقة بتأخير أشياء أنت بتنتظرها في خلال هاي الأيام طبعا القمر رح يكون موجود في بيت المتاعب فهذا الإشي رح يضغطك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه شوي بشحنك في طاقة ممكن اليوم برضو تكون نفسيتك أحسن أو عندك قدرة على تخطي بعض الأمور ولكن زي ما حكينا بعض الظهر بدك تكون حذر من أي تراجع ممكن يحدث على الساحة أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور يعني جيدة على المستوى المالي ممكن اليوم يكون فيه نوع من أنواع الفرص أو تنفتح لك فرصة معينة أو يكون فيه نوع من أنواع البشرة لا الحصول على مساعدة أو على دعم أو تقدر تصل جزء من أموال إليك أو مستحقات لا إليك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه جيد جدا على أمور الهلاقة بالاتصالات والمواصلات والتنقلات وخصوصا للأشخاص اللي على رأس عملهم أما الأشخاص اللي في البيت فبيهتموا بالاتصالات وأمور الهلاقة بالمطالعة والدراسة أو البحث عن مسأل معينة أو النقاشات أو التباحث في أمور الهلاقة بالاتصالات أو بتكثر عنده الاتصالات والتفقد أشخاص أو ممكن تلقي اتصالات معينة وتطلب نوع من أنواع التعاون أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه جيد على مستوى البيت الرابع يعني بيعمل نوع من أنواع الوآم والراحة على المستوى العائلي ففي نوع من أنواع الاندماج العائلي أو الراحة أو الروتين الممتاز الموجود على مستوى البيت يعني تواصلك مع أهلك مع قربك مع أولادك أبنائك هذه كلياتها جيدة في منكم ممكن ينشغل في أمور الهلاقة بتصليحات أو ترميمات أو أمور الهلاقة بالاهتمامات المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف أنه على المستوى العاطفي يعني الوضع جيد ولكن أقرب للروتيني فبتتعامل على طبيعتك أو على الطبيعة الروتينية اللي أنت بتتعامل مع الحبيب فيها أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور للأشخاص اللي بيطلعوا من البيوت أو اللي على رأس عملهم اليوم بنجزوا كثير من الأعمال أو المهام اللي مطلوبة منهم ممكن اليوم حتى يبتكروا أسلوب جديد للعمل أو يفتحوا مجال عملي جديد أما بالنسبة للصحة فأنا شايف الأمور على المستوى الصحة جيد لغاية ساعات الظهر ولكن بعد ساعات الظهر بدهم يبدأوا يديروا بالهم على صحتهم أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي فهو روتيني تماما على حسب طبيعة العلاقة ما بينك وبين الشريك بتتعامل معه خلال هذا النهر إذا كنت أنت من النوع المقصر في علاقتك مع شريك العاطفي مع الزوجة فأنت رح تظلك مقصر إذا أنت من النوع المرح وبتحب الترابط العائلي فبرضو اليوم بكون جيد أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمر برضو روتيني يعني ما فيه أي بوادر بتدل على أي دعم من المؤسسات الخارجية والمؤسسات الحكومية أو أشياء لها علاقة بالمستردات والأشياء اللي زي هيك لأنه يعتبر يوم روتيني أنت بتتعامل فيه بروتين حياتك على حسب طبيعتك أنت أو على حسب الأوراق اللي موجودة عندك أو على حسب الطبيعة اللي بتأهلك لهاي الأمور أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بعطيك نوع من أنواع الإيجابية في اتصالات خارجية أو بداية علاقة جديدة أو معرفة جديدة أو ممكن الاهتمام بأمور علمية أو تعلم لغة جديدة أو أمور دراسية أو للأشخاص اللي بدرسوا بالجامعات ممكن يهتموا بالدرس أو ببحث معين في منك اللي بكون عنده امتحان عن طريق الإنترنت اليوم ببدع بشكل جيد أما بالنسبة إلى البيت العاشر فبقول لك التحذيري للأشخاص اللي على رأس عملهم إنه ديروا بالك في ساعات ما قبل الظهر وما بعد الظهر يعني اللي هي فترة الظاهرة قبل وبعد لغاية ساعات العصر ديروا بالك من أي مشاحنات ما بينك وبين رؤسائك في العمل أو زملائك في العمل ما تتخلف عن عملك وما تتأخر وما تستهين ما في داعي لأي مجازفات أو مخالفات قانونية والأمور إذا التزمت بهذه الأمور كل أمورك إن شاء الله بتكون جيدة أما بالنسبة لبيتك 11 وبيتك 12 فذكرناها في بداية التوقعات لأن القمر بتنقل فيهم برج العذراء طبعا موليد برج العذراء القمر موجود في بيتك العاشر وبعدين بدو ينتقل لبيتك 11 فعشان هيك يبيتكوا تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وخصوصها الأشخاص اللي على رأس عملهم أما الأشخاص اللي في البيوت بدهم يحافظوا على سمعتهم حاولوا ما تخالفوا القوانين قدر الإمكان لغاية ساعات الظهر بعد ساعة الظهر بتنشطوا بين الأصدقاء من اتصالات أو تفقد ممكن ترى الوضوح أو الأمور بوضوح وبنظرة متفائلة بيطمئن بالك لحصد نوع من الدعم أو تأييد خلال هذا النهار بتفيدك الاتصالات بشكل كبير خصوصا مع الأشخاص أو مع علاقات أو مع أشخاص أنت بتثق فيهم بيقدرونهم يساعدوا أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور جيدة عن مستوى البيت الأول بتشحنك بنوع من أنواع الطاقة حتى لو كانت الأمور ضاغطة على تواجد القمر ففي نوع من أنواع الإيجابية في الشخصية أو بتقدر تشحن حالك بطاقة إيجابية وتستفيد من هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الثاني فهو جيد على مستوى الأمور المالية اليوم ممكن يجي خبر أو تحصل على خبر العلاقة بالأمور المالية ممكن تحصل على دعم أو على مساعدة أو على هبة معينة أو على هدية أو ممكن يكون في بعض النتائج المالية ولكن حاول تقلل من مصاريفك أما بالنسبة لبيت الثالث فهو جيد على أي شيء له علاقة بأمور الاتصالات والمواصلات وبدعمك بشكل إيجابي ممكن منكو ينشط بأمور العلاقة بالدراسة أو بالبحث أو بالمناقشة أو بأمور علمية في منكو ممكن اللي بيطلعوا برا لبيوت مش محجور عليهم بيقدروا أنه يطلعوا ويتحركوا ويتنقلوا اليوم ويقنعوا أي شخص بوجهة نظرهم اللي بيشتغلوا في مجال التسويق هذولا أكثر المستفيدين أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه الأمور على مستوى البيت يعني بيكون فيه نوع من أنواع الضغط لغاية ساعات الصباح بعد ساعات الصباح بتهدى الأمور بتصير فيه نوع من أنواع الإيجابية والهدوء على مستوى البيت بشكل جيد حاول تستغل الأمور هذي إما في نوع من أنواع تصفية المشاكل أو تصفية الخلافات أو ممكن علاقة إلها به ترميمات أو تصلحات واهتمامات في أهل البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف أنه روتيني تماما ما فيه أي شيء إيجابي أو سلبي على المستوى العاطفي ما بينكو بين الأحبة بتتعمل فيها على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد جدا على مستوى الأشخاص اللي على رأس عملهم أو بيقدروا يطلعوا على عملهم بيقدروا يحققوا إنجازات كثيرة خلال هذا النهار ويكون في الحظ بيدعمهم بشكل كبير بمستوى العمل أما على مستوى الصحة فهو شبره يعني طبيعي بس اللي عندهم أمراض عضوية بدهم يهتموا لأدويتهم وراحتهم أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور برضو روتيني على المستوى الشراكي المالية والعاطفية فبتتعاملوا فيها على طبيعتكم بهدوء عادي ما فيه أي شيء إيجابي أو سلبي بتتعامل فيها على حسب الطبيعة اللي أنت عايش فيها مع الشريك إذا كانت الأمور حادة ففي حدية إذا كانت الأمور طبيعية فبتمشي طبيعية أما بالنسبة للبيت الثامن فبقول أنا أن أدير بالك من بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالأوراق القانونية بدك تكون حذر جدا أرتبها بطريقة جيدة وخصوصا المطالبات والالتزامات أو الأمور اللي فيها نوع من أنواع القروض أو الدفعات أما بالنسبة للبيت التاسع ففي نوع من أنواع الاتصالات الخارجية أو تفقد لأشخاص خارج البلاد أو الاهتمام في أمور الحلاقة بالمراسلة أو أمور الحلاقة بالدراسة أو بلغة جديدة أو بحث معين أما بالنسبة للبيت العاشر فذكرنا أنه البيت العاشر والبيت 11 القمر بتنقل فيهم في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور جيدة يعني بحصنك شوي وبدعمك لإنجاز كثير من الأعمال خلال هذا النهار وممكن يكون في نوع من أنواع الاهتمام بصحتك أو بصحة أحد المقربين وممكن يجيك خبر يعني يكون مزعج شوي برج الميزان اللي بيكون عنده دراسة أو بيكون عنده امتحان أو بيكون عنده مقابلة بده يستعد بشكل جيد خلال هذا النهار لغاية ساعات الظهر أما بعد ساعات الظهر طبعا بتحافظوا على سمعتكم وعلى إنجازاتكم في مجال العمل خصوصا الأشخاص اللي بيطلعوا وعلى رأس عملهم في ظل هاي الظروف بتكون تنظموا وقتكم بشكل جيد وده تكون واضح في أولوياتك وما تدع أحد أنه يثير انفعالاتك أو غضبك يعني القمر موجود في البيت التاسع وينتقل للبيت العاشر فعشان هيك منحذرك من الأمور اللي إلها علاقة بالبيت التاسع اللي هي الاتصالات البعيدة والامتحانات والأوراق القانونية وكل الأمور اللي بتطلب منك اللي هو الجهد الذهني وبرضو لما بنتقل للعاشر بيصير بيت السمعة فبدك تدير بالك من أي شيء ممكن أنه يشوه السمعة أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور جيدة يعني شوي نفسيتك اليوم أحسن لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر ممكن يصير فيه تقلب عندك في المزاج نوع منها نوع الحدية أو التسرع أو ممكن أنه تستثار بسهولة يعني بدك تحاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية على الأساس أنه ما تفقد السيطرة على حالك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور جيدة على المستوى المالي فممكن اليوم يكون فيه نوع من أنواع الدعم أو المساعدة أو السعي لتحسين الوضع المالي أو الابتكار أو أشياء من هذا القبيل حاول أهم شيء أنه أنت ترتب أمورك بشكل جيد وإن شاء الله أن الأمور تكون جيدة ولكن أهم شيء أنه قلل من مصارفك أما بالنسبة للبيت الثالث فهو يحفز الأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات والنقاشات يعني اليوم إذا عندك موضوع معين حابب تناقش فيه أو تقنع الطرف الآخر بوجهة نظرك فاليوم جيد جدا اللي عندهم أمور إلها علاقة بالدراسة أو بالبحوث أو بالأمور اللي إلها علاقة بالواجبات برضو ممتازة اهتمام بالاتصالات بالمواصلات بأشخاص خارج البلاد يعني كلها هاي بتدعمك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت الأمور روتينية تماما يعني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك طبيعة الحياة أو طبيعتك أنت الإجتماعية هي اللي بتحتم عليك كيف تكون خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف جزئية خفيفة جدا من الإيجابية موجودة فيه بتدعم الوضع العاطفي فممكن بعضكو يستغلها في نوع من أنواع الاتصالات أو الإطمئنان أو نوع من أنواع المصالحات العاطفية إحنا بنسميها لا سوء تفاهم لشغلات بسيطة ممكن بعضكو يهتم بأحد أبنائه أما بالنسبة للبيت السادس فهي جيدة للأشخاص اللي بيطلعوا من بيوتهم واللي على رأس عملهم بيقدروا ينجزوا كثير من العمال المطلوبة منهم ممكن يبتكروا أشياء لها علاقة بالعمل أو أسليب جديدة أو ينجزوا من العمال المطلوبة منها أما بالنسبة للأشخاص اللي موجودين في البيوت فشوي بيكون عليهم نوع من أنواع المسؤولية وفي منهم بلتهي في عملية محاسبية أو بعض الأشياء الورقية أو الحسابات الأمور اللي إلها علاقة بالعمل اللي بنقلها على البيت أو من خلال الكمبيوتر والإنترنت وفي منكم ممكن يهتم بصحته أو بصحت قريب أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف أنه الحدية اللي موجودة في الطباع أو اللي موجودة عليكم بتظلها شوي ضغط عليكم لغاية ساعات الظهر أما بعد ساعات الظهر بصير الوضع إيجابي وفي نوع من أنواع التعاون الإيجابي ما بينكم وبين شركائكم أما بالنسبة للبيت الثامن فكل الضغط اللي كنتوا حاسين في الفترة الماضية اليوم بيبلش يخف عليكم فممكن هذا يخفف من حجم الضغوط أو الديون أو الالتزامات المالية أو ممكن تجدوا حلول بمساعدة بعض الأشخاص أو مؤسسة معينة أما بالنسبة للبيت التاسع والبيت العاشر فذكرناهم في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيتك 11 يعني بكون على مستوى العلاقات العامة والأصدقاء في نوع من أنواع التواصل أو الاتصالات أو المساعدة أو طلب المساعدة والعون من أحد ما في مساعدتك في إشي بأرقك فممكن اليوم أنك تستفيد بشكل إيجابي إن استغلت بعض علاقاتك في مسألة بتأرقك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور جيدة جدا ممكن أنها تساعد في إنجاز كثير من الأعمال والأمور وبشحنك برضو بطاقة إيجابية عالية جدا اللي بتقدر منك خلالها أنك تتجاوز الضغوط اللي بتضغطها عليك البيت الأول فعشان هيك جيد الأمور في بيت المتاعب ولكن ممكن أن بعضكوا ينشغل بموضوع أو يسمع خبر بتعلق في أحد الأقارب أو أحد اللي بعزوا عليه بظرف معين فبزعجك هذا الموضوع أو بلفت انتباهك واهتمامك مرج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموالكم المشتركة يعني بظل في مجال للأموال المشتركة وبيت الأموال المشتركة ممكن يكون فيه نوع من أنواع المساعدات أو الدعم أو بعض الحلول للأمور اللي إلها علاقة بالديون أو الأشياء للأموال اللي طالع من إيدك يكون فيه مجال أو بشرة لحلول معينة أو مساعدات معينة لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بصلكوا خبر من بعيد هاي فترة حافلة بتكون بالنشاطات يعني بتدخله في مرحلة ممتازة جدا بترتفع من خلال هالمعنويات وبتقوى الحضوذ ممكن يكون العمر إلو علاقة في أشخاص خارج البلاد أو اهتمامات في أشياء لخارج البلاد أو ممكن أنه يكون فيه نوع من أنواع خصوصا الأشخاص اللي على رأس عملهم يكون فيه عندهم مؤتمرات أو مقابلات خلال الفترة هاي كثيرة اه وبتكون مثمرة ومفيدة بالنسبة لهم بتكثر خلال الفترة هاي اه اللي هي الاتصالات ممكن بعضكو يتلقى عروض طويلة المدى يعني هاي عروض اه إلها علاقة بأشياء اه إلها علاقة بالسفر أو مع مؤسسات خارجية أو أشياء من هذا القبيل وممكن يكون فيه نوع من أنواع التفاوض لمسألة أو ممكن يتعالج مسألة معينة على نطاق يعني بتكون المشكلة هاي على مستوى واسع فيعني بمعنى آخر أنه القمر رح يتنقل ما بين البيت الثامن والبيت التاسع أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور يعني بظل فيها نوع من أنواع الضغط لغاية ساعات الظهر اللي هي فترة انتقال القمر بعدين بصير في مكان مناسب جدا أول يوم رح يكون روتيني يعني عبير ما تستعيد كافة طاقتك ويعطيك القمر كل الطاقة الموجودة بالبيت هذا لا تشعر بالتحسن على المستوى الشخصي ولكن إجمالا بصير روتيني يعني ما فيه أي شيء بضغطك بشكل سلبي أما بالنسبة للبيت الثاني فبيكون فيه اليوم بعضكو ممكن يحصل على مال أو ممكن نوع من أنواع الدعم أو المساعدة بتساعدوا في مسألة معينة حاول قدر الإمكان أنك أنت تقلل من مصاريفك وتهتم بالتزاماتك وبمزانيتك أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الاتصالات والمواصلات ممكن حث أبناكو على الدراسة أو مساعدتهم أو أمور إلها علاقة بالاتصالات الكثيرة أو الحثيثة خلال الفترة هاي وبكون عندكو نشاط عالي جدا قدرة التواصل واتصال مع المحيط عالي جدا أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى البيت يعني فيه نوع من أنواع الاستقرار العائلي عندكم أو التواصل العائلي فيه خبر ممكن يزعجك ولكن أنه برضو بالمقابل عندك قدرة على تجاوزه ممكن يصير فيه نوع من أنواع المساعدات لتصليح أو ترميم أو أمور إلها علاقة بالمشتريات المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو فارغ تماما من الحضوض فعشان هيك العمر العاطفي بتتعامل فيه بشكل روتيني يعني على طبيعة العلاقة اللي بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور جيدة على مستوى إنجاز بعض المهام أو الأعمال الموكلة للا إلك وفيه منك ممكن أنه يكون عنده اهتمام بصحة أحد المقربين أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراكة يعني طريقة التواصل والتعامل ما بينك وبين شركائك بتكون ممتازة ممكن تحققه من خلال هذه الشراكة مصالحة أو خطة مستقبلية أما بالنسبة للبيت الثامن والبيت التاسع فهو كما ذكرناها في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت العاشر فحاولوا قدر الإمكان أنك تحافظوا على سمعتك وعلى إنجازاتك القائمة فيه منك اللي على رأس عملهم اليوم بينجزوا أعمال بالتعاون مع زملائهم أو رؤسائهم بالعمل أما بالنسبة للبيت 11 اليوم تكثر الاتصالات مع أصدقاء أو معارف أو تعاون معهم أو ممكن يكون فيه نوع من أنواع تعاون مع أشخاص من اللي أنت بتعرفهم لحل مشكلة معينة أو لطلب المساعدة أو العن أما بالنسبة لبيت المتاعب فبظل ضاغط عليكم لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بصير الوضع إيجابي وبيدعمك وبشحنك بطاقة إيجابية عالية جدا من خلالها بتقدر أنت تكون مشيط كثير وفي نفس اللحظة بتقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك بدون كلل أو ملل ممكن تشعر ببعض التوعوكات الصحية ولكنها بتكون عابرة برج القوس طبعا بما أن القمر راح يكون موجود في البيت السابع والبيت الثامن فعشان هيك يعني هو بالمقابل أغلب النهار لغاية ساعات الظهر وبعدين ينتقل على البيت الثامن بخفف شوي من الضغط ولكن برضو بيكون فيه ضغوط موجودة فيه من الآن لغاية ساعات الظهر بوسعك وتعزيز شراكتكم سواء في العمل أو في العاطفي خصوصا بالعمل للأشخاص اللي على رأس عملهم مش الأشخاص اللي قاعدين في البيت ممكن أنه يصير اتفاقية على أمور لها علاقة بعقود العمل أو بطريقة العمل أو ميزانية العمل أو أشياء لها علاقة بالرواتب ومن هذا القبيل أما الأمور العاطفية فهي الأمور ما بين الأزواج ممكن أنه يكون فيه نوع من أنواع الإيجابية في التعامل مع الأزواج للمصالحة أو للا شيء معين من الإنجازات اللي بتحاولوا تنجزوها بالفترة أما بعد ساعة الظهر بتعيدوا ضبط أموركم المالية المشتركة باستطاعتكم تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر بانتظرك حل منصف شرط التفاوض بموضوعية عدل أولوياتك إذا دعت الحاجة ودقق بالتفاصيل يعني بمعنى آخر أنه فيه أشياء جيدة جاية في الأيام القادمة حاول أنك أنت تكون مستعد لها ولكن بدك تتسرع بدك تدرسها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الأول فالضغط اللي بتحسه لغاية منتصف النهار لغاية ساعات الظهر يعني بكون ضغط على النفسية بتحس حالك مقرق شوي ما عندك تركيز معين فيه نوع من أنواع التشتت الذهني عندك نوع من أنواع الكسل والخمول ولكن بعد ساعات الظهر بتلاقي أنه فيه نشاط كبير صار موجود عندك لا إنجاز كثير من الأعمال أما بالنسبة للبيت الثاني فشايفوا أنا جيد على الأمور المالية فيه نوع من أنواع المساعدات أو الدعم أو الفرص اللي بتحمل لك أشياء في الهلاقة بالمال ممكن عن طريق دعم أو مساعدة أو جهة معينة بيحاولوا أنهم يساعدوك بشيء معين أما بالنسبة للبيت الثالث فالأمور برضو جيدة على مستوى الاتصالات يعني فيه عندك اتصالات معينة اليوم بتقوم فيها وبتنجزها نوع من أنواع التواصل بتكون سعيدة وممكن أنك تستغلها بشكل إيجابي ويكون فيها خير فيه منكم ممكن ينشط بعملية التعليم أو التدريس أو الدراسة أو الاستعداد لامتحان منزلي أما بالنسبة للبيت الرابع الأمر ممتاز جدا على مستوى البيت فعشان هيك بيعمل نوع من أنواع التواصل بين الإخوة وبين الجيران وبين أهلك في البيت فممكن يكون فيه تعامل أو تعاون على إصلاح عطل معين وممكن أنت تهتم بمصلحة معينة بيتية أو مشتريات أو التزامات عائلية أو تقارب أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف أنه شوي فيه نوع من أنواع الضغط مستمر لغاية ساعة الظهر في علاقتك العاطفية فممكن يكون فيه نوع من أنواع الحدية أو المزاجية أو ردات الفعل السلبية حاول قدر الإمكان أنك تمسك أعصابك ما تحتد وما تعصب على أساس ما تكمل الأمور ولكن بعد ساعة الظهر بتتحسن الأجواء للمصالحة أو للتقارب أما بالنسبة للبيت السادس فيعني الأمور جيدة خصوصا للأشخاص اللي على رأس عملهم بينجزوا كثير من الأعمال المكللة لهم بالعكس اليوم كمان ممكن يوكللهم أشياء إيجابية ويحققوا إنجازات رائعة وممكن يكون فيه بعض الأعمال اللي بتطلب حضورك أو جهدك أنت أو إشارتك فبتكون إنجازات رائعة أما على مستوى الأشخاص اللي في البيوت فممكن يهتموا بأمور عملية أو كيف عملية الاستفادة من الوقت خصوصا في فترة هذا الحجر فممكن يفكروا باستثماره بموضوع معين الوضع الصحي تقريبا اليوم بعد الظهور تقريبا بتبلش الأمور تستقر بشيئا ما فبتحس بنوع من الطمأنينة أما بالنسبة للبيت السابع والبيت الثامن فكما ذكرناها في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت التاسع فيعني قليلة هي الحضوذ في أمور إلها علاقة بالدراسة أو دراسة لغة جديدة أو دراسة منزلية أو أمور إلها علاقة بالاتصالات مع أفراد خارج البلاد يعني بعاد عنك أو أمور إلها علاقة ببعض النتائج اللي بتتعلق في دول ثانية ممكن تدخلوا بنقاشات أو تاهتمامات إلها علاقة بالدين أو بالسياسة أو بالعلم النفس أو بالغيبيات أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد جدا على مستوى بيت السمعة أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى علاقاتك وأصدقائك فممكن تتعاون أو تطلب المساعدة من صديق أو من أحد المعارف اللي يعاونك في مسألة معينة حاول قدر الإمكان أنك تستفيد من هذا النهار قدر المستطاع أما بالنسبة لبيت المتاعب فيعني شوية بدك تكون حذر لغاية ساعات ما قبل الظهر يعني من بعض التواعكات أو الإضطرابات أو الأشياء اللي إلها علاقة بالتعب الصحي ولكن بعد ساعات الظهر بترجع لأمور طبيعية أو لطبيعتها وبكون ما في أي مشاكل مرج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم في ساعة الظهر بتنجحوا في تعزيز شراكتكم هاي فترة صعبة بتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات بتجنب ردات الفعل العنيفة فترة سيئة بتهدد بعض الخطر والمشاكل والحوادث بجعلك القمر مضطرب مرهف الحس بتشعر بارتباك والغضب تتمتع بطاقة كبيرة طبعا الطاقة الكبيرة هاي طاقة سلبية مش طاقة إيجابية طبعا بما أن القمر راح يكون موجود في البيت السادس وينتقل للبيت السابع يعني بمعنى آخر من بيت الصحة بدو ينتقل للمقابل مباشرة فعشان هيك يكون فيه نوع من أنواع الضغط العالي عليك حاول قدر الإمكان أنك تمسك أعصابك وما تتهور وأهم إشي تراقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه فيه نوع من أنواع الضغوط موجودة عليك بتحاول أنه أنت تتجاوز المرحلة هاي بأي طريقة محاولات ولكن أنه حجم الضغط اللي موجود عليك شوي بكون صعب إذا تعبت شوي على حالك بتطلع من الجو هذا وخصوصا في ساعات الظهر أما بالنسبة للبيت الثاني في بعض الالتزامات أو المشتريات أو أمور بتأرقك مالية حاول قدر الإمكان أنك ترتب أوضاعك هذا النهار بيحمل لك بعض الفرص لكن حاول أنك تقلل من مصاريفك قدر المستطاع أما بالنسبة للبيت الثالث بتنشط اليوم في الاتصالات وبالحركة وممكن يكون عندك أشياء كثيرة حابب تنجزها في اهتمامات في أمور الهلاقة بالاتصالات والمواصلات يعني في أمور الهلاقة في السيارة أو في أجهزة التلفونات أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايفه ضاغط عليك على مستوى البيت في نوع من أنواع الشأن المشاحنات أو في نوع من أنواع الضغط العصبي أو سبب بأرقك في البيت أو بعض الأعطال اللي بتطلب منك الاهتمام والجهد هذا طبعا رح يستمر الضغط لها ساعة الظهر بعدين الأمر بصير روتيني كأنه الشيء ما كان موجود أما بالنسبة للبيت الخامس فهو بضغط على الأمور العاطفية بشكل إيجابي فممكن يقارب ما بينك وبين الحبيب وصير من أنواع التواصل العاطفي العالي جدا ممكن تضعه خطة معينة أو نوع من أنواع الحلول أو نوع من أنواع المساعدات أما بالنسبة للبيت السادس والبيت السابع فكما ذكرنا القمر رح يكون موجود فيهم أما بالنسبة للبيت الثامن فبدك تدير بالك من الالتزامات القانونية أو بعض المطالبات القانونية أو الالتزام لمؤسسات معينة من قروض أو من فوتير أو من بعض الالتزامات اللي ممكن تأرقك بالفترة هاي هاي الضغوط بتظل ساعات الظهر بعدين الأمر بصير روتيني في نوع من الإيجابية لبصيص من الأمل لبعض الحلول أما بالنسبة للبيت التاسع فالاهتمامات كلها اليوم بشكل متفاود بتكون على أمور إلها علاقة بالاتصالات بأشخاص خارج البلاد أو التواصل معهم أو بأشياء إلها علاقة بالمؤسسات التعليمية ممكن تعلم لغة أو قراءة كتاب أو دخول في شيء جديد إلى علاقة بالثقافة الاهتمام بالمسائل الدينية والفلسفية وعلم النفس والأشياء هاي ممكن تلفت انتباهك بشكل قوي خلال هذا النهار ممكن تهتم بأمور إلها علاقة بمتابعة فيلم مغامرات أو أكشن أو أشياء زي هيك وفي منكم ممكن يهتم في قراءة الروايات أما بالنسبة لابتك العاشر فأنا شايف الأمور جيدة على هذا المستوى يعني في نوع من أنواع الإيجابية على المستوى السمعة فعشان هيك اليوم بتحافظ على سمعتك بشكل جيد بتسكر كل الثغرات ما بتدعي تخلي لحد مجال أنه ينتقدك أما بالنسبة للأشخاص اللي على رأس عملهم فاليوم بقدروا ينجزوا أعمالهم بشكل جيد وبلفتوا أنظار زملائهم ومسؤولين عنهم بقدرتك الهائلة أما بالنسبة لابتك 11 فبظل في نوع من أنواع الضغط على العلاقات والمعارف ممكن تسمع خبر يزعجك أو تصرف أحد المعارف يزعجك للنهار يعني لغاية ساعات الظهر ولكن بعد ساعات الظهر بصير الأمر روتيني بالعكس ممكن تسمع خبر إيجابي إيجابي لسؤال لا إلك أو معاوني لا إلك أما بالنسبة لابت المتاعب فالأمر جيد يعني بدعمك بشكل قوي فعشان هيك تشعر في نوع من أنواع التحسن النفسي يعني بدعمك شوي نفسيا وبعزز طاقتك وثقافتك خلال هذا النهار ممكن أنت برضو تحس بنوع من أنواع الارتياح ولكن ممكن يكون فيه اهتمام إلك بصحة أحد الأشخاص أو يلفت أنت بهك خبر معين أنه أحد الأشخاص تعبان فأنت تقلق بشأنه أو تساعده في مسألة معينة برج الدلو طبعا بما أنه القمر موجود في البيت الخامس معناته رح يضل لساعات الظهر أنه الحظ ما بتخلى عنك فيه نوع من أنواع الدعم العاطفي المالي والحضوض لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بتكون تنتبهوا كثير لصحتكم بدك تكون عنصر إيجابي ما تسبب بالنفور لمن حولك فيه نوع من أنواع الضغط ممكن يكون على مستوى العمل خصوصا الأشخاص اللي على رأس عملهم وممكن يكون اضطراب صحي بدك أنت راعي النقطتين أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور فيها نوع من أنواع الضغط النفسي فعشان هيك أنت اليوم فيه عندك نوع من أنواع الاضطراب احنا منسميه أو العدم الاستقرار النفسي فبظل اليوم متقلب عندك بين إيجابي وسلبي أكثر من مرة فبتشعر في نوع من أنواع الضغط وخصوصا في ساعات ما بعد الظهر أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على المستوى المالي فممكن يحمل لك نوع من أنواع الفرص أو المساعدات أو الدعم أو الهدية مثلا أو أحد الأشخاص يبادر بأنه يفتح لك باب مثلا إذا احتجت شيء أنه يكونه موجود أو تلجأ له ولكن أهم شيء أنك تقلل من مصريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايفه روتيني خلال هذا النهار صحيح أنه بيحمل شوية للاتصالات يعني اهتمامك بالاتصالات أو التواصل أو التنقل أو أشياء من هذا القبيل ولكن أنه في نفس اللحظة بقول لك دير بالك يعني ما بدك تكون متهور أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت بدعمك بشكل قوي جدا ممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع التواصل مع أفراد العائلة أو لقاء أو اتصالات ممكن يكون فيه نوع من أنواع الاهتمام المنزلي كترميمات أو تصليحات أو مشتريات أما بالنسبة للبيت الخامس والبيت السادس فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع يعني موضوع الشراكي شوي روتيني تتعامل بطبيعة العلاقة روتيني تماما لا إيجابية ولا سلبية أما بالنسبة لبيتك الثامن فشايف أنا في بوادر لأمور أو لحلول أو أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة ممكن يصاحلك فكرة أو مشروع أو دعم من شخص معين أو الموافقة أو تسويق لمشروع خلال الفترة هاي بكون إيجابي أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا بقول لك أن اليوم في عندك بعض النشاط مع أشخاص خارج البلاد أو أشياء لها علاقة بالمؤسسات أو دراسة أو امتحانات أو أشياء من هذا القبيل في منكم ممكن يدخل على مجال لغة جديدة أو على ثقافة جديدة أو يهتموا بنقاشات العلاقة بالسياسة أو الاقتصاد أو علم النفس وفي منكم بكون عنده اهتمام ديني أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا بشوف الأمور يعني شوي فيها نوع من أنواع الضغط على مجال السمعة وخصوصا لغاية ساعات الظهر ولكن بعد ساعات الظهر بتصير الأمور إيجابية حاول تحافظ على سمعتك قدر الإمكان ما تعمل أي شيء ولا أي مخالفة قانونية أو أي شيء يجلب الشبهة أو إثير القلاق والكلام أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى التعاون مع محيطك أو مع أصدقائك بنوع من نوع الدعم أو المساعدة ممكن هذا الإشي يفرج عنك في باب معين وممكن يلزمك شيء معين في هذه الفترة فبكون إيجابي وقوي أما بالنسبة لها بيتك 12 بيت المتاعب فهو متقلب طيلة النهار ما بين إيجابي وسلبي إيجابي وسلبي فعشان هيك يكون في نوع من أنواع الاضطراب اليوم عندك فهذا بضغطك على البيت الأول وبيت المتاعب فبدك تدير بالك معناته في البيت السادس وخصوصا الصحة حاول أنك تراقب حالك بشكل جيد صحيا وحاول أنك ما تهم الوقاية وحاول أنك تركز على تغذيتك بشكل جيد وراحتك برج الحوت طبعا القمر ما زال في البيت الرابع لغاية ساعات الظهر بعدين بنتقل للبيت الخامس فعشان هيك لغاية ساعات الظهر بتنهمكو بتظلوا في عندكو شغلكو تشاغل أمور إلها علاقة بالبيت أو فيه اهتمامات إلها علاقة بالبيت أو إلها علاقة بالعائلة بتصلحات ترميمات إضافات مشتريات أشياء من هذا القبيل أو أعمال منزلية أما في ساعات الظهر بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم بتزداد وطيرة العمل بشكل واضح حاول معالجة الأمور بروية مبتعد عن التعقيد والأشياء اللي ماء الهداعي يعني بدك تكون مرن فيها إيجابية بتصغير فترة حضوض عالية جدا حاول أنك أنت تستفيد منها خلال الفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور يعني بكون فيها نوع من أنواع ضغط لغاية ساعات الظهر بناء شكل سلبي في نوع من أنواع التوتر والعصبية والحدية في الطباع فعشان هيك بدك تمسك حالة قدر الإمكان ما تحاول أنك تنفعل ولا تعصب في ساعات ما بعد الظهر بتبط ما إن خطرك ممكن تسمع خبر أو شيء معين يهدي من عصبيتك أو يغير مزاجك أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد خلال هذا النهار يعني ممكن يتلوح لك بعض الفرص اللي لها علاقة بالمال أو المساعدة أو الدعم أو ممكن إشيء العلاقة بالفوترة أو إعادة جدولة أو ترتيب الديون أما بالنسبة للبيت الثالث فعندك نشاط عالي جدا بالاتصالات اليوم ممكن تتصل مع أي شخص وتقنعه بوجهة نظرك بشكل جيد يعني عندك سرعة بديهة عالية عندك ثقافة عالية جدا بتكون خلال هذا النهار في منك ممكن يشغل حاله بالقراءة أو المطالعة أو تدريس الأطفال وفي منك ممكن يلجأ للرياضة أو بعض التمارين الرياضية فيه اهتمام عالي بأمور العلاقة بالاتصالات والمواصلات أما بالنسبة للبيت الرابع والبيت الخامس فكما ذكرناها في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد جدا على مستوى العمل فالأشخاص اللي على رأس عملهم اليوم بنجز وأعمالهم بشكل واضح وبشكل جيد جدا حاولوا قدر الإمكان بس أنه أنتو تهتموا في حالك بشكل كبير أما بالنسبة للوضع الصحي فهو أقول لك دير بالك على صحتك قدر الإمكان لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بصير الأمور جيدة أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور ممتازة على مستوى الشراكي يعني اليوم ممكن يكون فيه نوع من أنواع الحلول أو المساعدات ما بينك وبين الشريك أو ممكن يكون فيه مشكلة أو خلاف أو سوء تفاهم اليوم تقدر أنك أنت تحط حلول لألو أو تحل هاي المسألة أو تضع أشياء يعني خطط معينة تكون جيدة للفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الثامن فبشوف أنا بظل فيه نوع من أنواع الضغط والتوتر المالي لغاية ساعات الظهر أو بعد الظهر بشوي ولكن بعديها فيه خبر معين أو بشرة معينة أو مساعدة معينة بتفرج سريرك هيك بتحس بنوع من الراحة أو الطمأنينة أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم عندك حدية بالطباع بالمناقشات وخصوصا المناقشات مع أشخاص خارج البلاد ممكن تتهرب من الاتصالات أو التواصل ممكن تهمل وتقصر بالدراستك أو ما يكون لك مزاج الدراسي لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر ممكن تهتم بهاي الأمور ولكن بيكون بشكل طفيف أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة جيد يعني بتحافظ على سمعتك أو على إنجازاتك القائمة إلى أشخاص اللي على رأس عملهم اليوم بنجز وأعمالهم بشكل جيد وبيكون في نوع من أنواع التواصل الجيد بينهم وبين زملائهم ورؤساهم بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم برضو نفس الشيء في نوع من أنواع التهرب في العلاقة ما بينك وبين الأصدقاء يعني بتكون روتينية ولكن في نوع من أنواع الحدية في طريقة التعامل حاول قدر الإمكان أنك أنت تتعامل بأرياحية بدون عصبية حتى لو سمعت خبر أزعجك حاول أنك ما تندفع وتتهور أما بالنسبة لبيتك 12 يعني نقدر نقول في نوع من أنواع الاستقرار ولكن ممكن تسمع خبر يزعجك اليوم عن أحد الأحبة وأحد الأصحاب أو الناس اللي بيعزوا عليك ممكن تقلق بشأن حدا قريب لإلك برضو حاول تراقب بضعك الصحي وخصوصا في ساعات الظهر وحاول أنك تهتم بتغذيتك وبأدويتك إذا بتأخذ أدوية خصوصا لعندهم أمراض مزمنة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء